السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح طريقة حذف سجل البحث بشكل نهائي على متصفح جوجل كروم فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في هذا الفيديو رح نشرح طريقتين لحذف سجل البحث الطريقة الأولى رح تكون حذف بشكل عادي والطريقة الثانية رح تكون حذف بشكل نهائي فخلونا نروح على الطريقة الأولى كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على النقاط الثلاثة اللي فوق على إسهار وبعدين تضغطون على السجل فمن هنا رح تظهر عندك الصفحات اللي دخلتها في الأيام السابقة فتضغطون على محو بيانات الصفح وبعد كي تروحون على الإعدادات المتقدمة فمن هنا تحددون هذا الخيار جميع الأوقات بحيث أنك تحذف كل بيانات الصفح وهنا يا شباب في خيار إذا حابين أنكم تفاعلونا اللي هو كلمات سر المحفوظة فهذا أي موقع كنت حافظ عليه كلمات سر لو حطيت علامة صح وسويت محو البيانات رح يتم حذف كلمة سر من نفس الموقع ثانية في نفس الموقع عند تسجيل الدخول فأنا ما أفضل نسوي هذا الشي فبعد كذا بعد ما تخلصون تضغطون محو بيانات الصفح وتضغطون محو البيانات فكذا الآن يا شباب حذفنا سجل للتصفح لو نروح نتأكد الآن لا يوجد أي صفحات وسجل للبحث بالكامل نحذف ولكن لم يتم الحذف بشكل نهائي فإذا كنتوا حابين أنكم تحذفونا بشكل نهائي تروحون على صفحة جوجل رسمية وتدخلون عليها بعد كذا تنزلون هنا شوي تحت رح تحصلون الإعدادات تضغطون على هذا الخيار وبعدين تضغطون على سجل البحث فهنا لو تلاحظون يا شباب سجل البحث موجود اللي كنا داخلين عليه فإذا تبقوا تحذفونا بشكل نهائي تضغطون على هذا الخيار اللي هو حذف وبعدين تضغطون حذف جميع النتائج فهنا تحددون جميع الخيارات وبعد كذا تضغطون على التالي وبعدين حذف فكذا الآن يا شباب تم حذف سجل البحث بشكل نهائي على متصفح جوجل كروم وعلى سجل البحث في حسابك في جوجل فهذا كان شرح اليوم يا شباب لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة